شخص يعني رجل و امرأة صار بينهما علاقة محرمة و نتج عن ذلك الطفل و بعدين يعني تزوج الرجل هذه المرأة و أيضا أتى بأولاد يقول ما حكم هؤلاء الأولاد ماهر بارك الله فيك أولا لا يخفاكم أخواني و أخواتي حرمة الزنان و أنه من الكبائر العظام فالله جل وعلا يقول و الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون و في الصحيحين من حديث بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا و هو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشة أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني يا حليل ثجارك فالزنى من كبائر الذنوب عظائم الأهام و مآلات الزنى و نهايات الزنى خطيرة و لذلك قال جل وعلا ولا تقرب الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيل و انظر إلى آثار الزنى هذا الذي حصل بين الرجل و المرأة هذه الثمرة هذا الطفل الذي جاء من غير نكاح و إنما جاء من سفاح نسأل الله السلام و العافية و لذلك يا أخواني و أخواتي ربنا جل وعلا ماذا قال قال ولا تقرب الزنى ما قال ولا تزنوا ما قال لا تقرب ما معنى لا تقربوا يعني لا تبذل الوسائل و الطرق و الأسباب التي تقود بكم إلى الزنى منها النظر منها الخلوة منها المحادثة مع امرأة أجنبية منها 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 معروفة وسائل الزنى التي تقود إلى الزنى لا ولا تقرب الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيل و لذلك هذا الولد أتى هو ثمرة لقاء محرم نسأل الله السلامة فلذلك أخي الفاضل جماهير أخي للعلم يقولون بأن هذا الولد لا ينسب إلى أبي يعني لا ينسب إلى هذا الزاني لا ينسب إليه لكن هناك قول لبعض العلماء و هو ذكره بعض أهل العلم من أهل التحقير على مسألة اسمها الاستلحاق فإذا رجل مثلا حصل بينه بين امرأة يعني لقاء محرم و زنا بها و أتت بولد و هو يعلم يقينا بأن هذا الولد منه و المرأة ليست مشهورة بالبغاء و لا هي محترفة للزنى و العياذ بالله فقالوا بأنه يجوز له أن ينسبه إليه هذا يسمون استلحاق يستلحقه طبعا يذكرون شروط في هذا يذكرون شروط في هذا و أما إذا كان لا يعني حصل و لم ينسبه فلا يجوز نسبته يعني ما يقال هذا ابنه و إنما ينسب إلى أمه بالنسبة لزواج الرجل بالمرأة صحيح إذا كان قد تاب إلى الله عز وجل فالله تعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك و حرم ذلك على المؤمنين فإذا تاب الرجل و واضح بأنه يعني هذا الرجل تاب و المرأة تابت بدليل و أنه تزوجها فإذا تاب الرجل تابت المرأة صح العقد و الأولاد يكونون شرعيين أما هذا الولد فجماهير أهل العلم يقولون بأنه لا ينسب إليه لكن سبحان الله العظيم بعض الخلاف عند الفقه يكون فرج و مخرج فإذا تأكد بأن هذا الولد منه فجاز له أن يستلحقه و هذا قول طبعا و هو مذهب من المذاهب الفقية المعروف و قال به كثير من أهل العلم من أهل التحقيق و الآن ممكن أنه يستأنس بالحمض النووي ببعض الأشياء الحديثة التي ممكن أن تثبت نسبه إليه و ممكن يرجع إلى المحكمة أو إلى القضاة في مثل هذه القضية